اخبار التاسعة من قناة يامل شباب معكم هشام زيدي واماني علوان تتبعونا معنا في اخبار التاسعة التحالف يقول ان الهجوم الحوثي على مطار امها تم بصاروخ كروز مصنع في ايران ويلوح منهيار اتفاق ستوكو قتل وجرح حوثيون بغارات جوية في حيفانا وشريجا بتعز والسلطات تعلن استمرار العمليات العسكرية وايضا في اخبار التاسعة شبكات دامية بين اجنحة الميليشيا في محافظة اب ومقتل احد وكلاء المحافظة الى التفاصيل اهلا بكم كشف تحالف دعم شرعية في اليمن اليوم عن تورط ايران في الهجوم الارهابي على مطار ابها في السعودية الذي شنته ميليشيا الحوثيين في الثاني عشر من جاري يونيو الجاري واسفر عن اصابة عدد من المسافرين نعم وقال المتحدث باسم التحالف العقيدة ترك المالكي قال ان الهجوم الارهابي تم بصاروخ من نوع كروز يا علي مصنع في ايران وعرض التحالف في مؤتمره السحفي بقية الصاروخ للاستهدف المطار واعلن التحالف شن غارات جوية استهدفت مستودعات اسلحة وويرشة ومواقع صواريخ سام ستة في صنعا كما استهدفت الغارات معسكر الصباحة في العاصمة صنعا وقال الملك ان خبراء اجانب من دول الاقليمية كانوا يتواجدون في المعسكر الذي تم استهدافه هذا واعلن المتحدث باسم التحالف في مؤتمره الصحفي ان الاعمال العدائية الحوثية تقوض اتفاق سوكهولم بشان الحديدة يأتي ذلك في ظل استعدادات عسكرية لتحرير الحديدة وميناءها بعد اكثر من ستة اشهر على اتفاق سوكهولم الذي استغلته الميليشيات الحوثية الذراعة الايرانية لترسيخ وجودها في الحديدة على سواحي البحر الاحمر وكانت قوات الشرعية وباسناد من التحالف في حالة من التقدم وعلى بعد مسافة قليلة من ميناء الحديدة الى ذلك اكدت مصادر سياسية ان القيادة الشرعية لليامن وحكومتها تدرس حاليا الانسحاب من اتفاق سوكهولم بعد تعثر تنفيذ اي من بلوده بسبب تعنت الميليشيات الحوثية التي رهنت قرارها لايران وتسعى الحكومة الى قرار نهائي بشان الاستمار في اتفاقية سوكهولم او الانسحاب منها بعد التصعيدات الحوثية وانتهاكاتها للأعراف الدولية والانسانية وبعد تجاوزاتها للاتفاقات الدولية وكذلك السياسية استهداف جديد لمطار ابهى جنوب السعودية يوم امس الأحد اسفر عن مقتل مقيم من جنسية سورية وجرح اكثر من عشرين شخص هذا الاستهداف العدائي هو الثاني بعد استهداف للمطار في الثاني عشر من شهر يونيو الجاري المزيد من التفاصيل في هذا التقرير اخترقوا الدفاعات الجوية السعودية مرة اخرى وقصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران مطار ابهى جنوبي السعودية للمرة الثانية خلال اسبوعين بطائرة مسيرة وبحسب المتحدث الرسمي للتحالف العربي العقيد ترك المالكي فان قتيلا مدنيا من الجنسية السورية قتل في الهجوم الذي استهدف المطار في وقت متأخر الأحد وجرح واحد وعشرون مدنيا من جنسيات مختلفة بينهم سعوديين بإصابات متفوتة نجح ميليشيات الحوثي الانقلابية في تجاوز الدفاعات الجوية السعودية وتمكنها من قتل وإصابة مدنيين يأتي بعد ساعات من صدور بيان للرباعية الدولية التي تضوم السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا يدين فيه هجوم الحوثيين في الثاني عشر من يونيو الجاري على ذات المطار واعتبر المتحدث باسم التحالف أن الاستهداف الجديد لمطار ابهى دليل جديد على الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية وترقى إلى جريمة حرب لكنه أكد أن المطار عاد للعمل بشكل طبيعي في سياق متصل طلب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي للإطلاع بمسؤولياته في التصدي لممارسة ميليشيات الحوثي ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وكذلك العالم ودال البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي سهدف مطار أبهى الدولي في السعودية من قبل ميليشيات الحوثيين الإرهابية نبقى الآن ميدانياً حيث سقط قتل وجرح من الميليشيات الحوثية بغارات جوية للتحالف شرق وجنوب محافظة تعز وذكرت مصادر محلية أن التحالف سهدف بغارة جوية تجمعاً للميليشيا في جبهة الشريجة شرق تعز ما أسفر عن سقوط قتل وجرح وتدمير رشاش عيار 23 مضاد للطيران كما شنى الطيران التحالف العربي غارتين سهدف تتجمعات لميليشيات الحوثي في جبل ذيبان في جبهة حيفان جنوب تعز ما أسفر عن سقوط قتل وجرح في صفوف الميليشيا أدوى أعلنت السلطات في محافظة تعز استمرار العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثين الانقلابية حتى استكمال تحرير المحافظة نعم وقال وكيل أول المحافظة عبدالقو المخلافي قال إن المواجهات على أشدها والعمليات العسكرية مستمرة وسوف تستمر وتتصاعد حتى نستعيد كل شبر من ترابي هذه المحافظة ودع المخلافي خلال اجتماع لمسؤولي المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات إلى إسناد المعركة ودعم الجيش الوطني كما شدد على تقديم نموذج في إدارة مؤسسات الدولة وإجهزتها بالتوازي مع المعركة العسكرية كما أكد المخلافي على أهمية إعطاء الأولوية لكل ما يخدم المعركة خاصة في المجال الصحي والإعلامي والإغاثي والثقافي والخدمي والإرشادي والشبابي وكذلك المالكة اليوم يكتمع المكتب التنفيذي المكتب الاعتيادي الشهري خاص بمحافظة تعز وذلك لمناقشة توحيد أيضاً اللوعية الإرادية في محافظة تعز وكذلك مناقشة دعم القبهات خاصة وأن محافظة تعز تأخذ مرحلة تحرير في هذه المرحلة وبالتالي أيضاً مناقشة الاختلالة الأمنية بحيث لا يمكن أن يكون هناك مرحلة تحرير في القبهات وتقديم شهداء وتقديم تضحيات والنضال وبالتالي أن يكون هناك اختلالة أمنية في وسط المدينة إضافة أيضاً إلى وضاع الصحة والمستشفيات خاصة وأن هناك لا تزال بعض الأقسام في أهم المستشفيات مغلقة ولدينا قرحة نتيجة معركة التحرير يجب أن يتنفح كافة الأقسام يكتمع المكتب التنفيذي لها محافظة تعز اكتماعه الشهري لمناقشة معظم القضايا أهمها أيضاً المياه والنظافة وهي هذه القضايا الشهرية التي لازالت تناقش حتى الآن نأمل أن يكون هناك حل سريع لهذه القضايا دون أي ترحيل لها أو دون أي تاقي لها فصادة فرضت وحدات من الجيش الوطني سيطرتها على مناطق ومواقع جديدة في مدير باقم عاقب معارك ضد ميليشي الحوطيين في محور الشامية بتزامن مع تجدد المعارك على جبهة المصلوب في الجوف نعم وقال مصدر عسكري أن الجيش حقق التقدم الميداني جديداً صوب مركز مدير باقم وأحكم سيطرته على تبة غبيب أربع الاستراتيجية بعد تطهير آخر موقع الميليشيات في سسات اتباب البيض واتباب السود الواقعة في قلب الجبهة وفي الجوف قتل وأصيب العشرات من ميليشي الحوطيين في معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في منطقة الغرفة غرب مديرية المصلوب ومن بين قتل الحوطيين قيادي يدعى مبارك لعكب أحد قيادات الميليشي في مديرية المصلوب وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح المنطقة العسكرية السابعة المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء بمضاعفة الجهود والسكمال المهام والخطط العسكرية مؤكدا بأن نصر حليف اليمنين ضد كل المشاريع الخارجية التي تستهدف وطنهم وهويتهم جاء ذلك خلال لقائه اليوم قائد المنطقة العسكرية السابعة لواء الركن محسن الخبي تم فيه مناقشة المستجدات وتطورات الميدانية ووضع الوحدات العسكرية وأحوال المقاتلين المرابطين في جبهات المنطقة وجدد الفريق محسن عزم الشرعية والتحالف على السعادة الدولة وإرساء السلام الدائم المبنية على المرجعيات الثلاث مشيدا بالدعم والإسناد من الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية إلى محافظة بحيث لقي قيادي عون بارزون في ميليشيات الحوث الإنقلابية مصرعه اليوم في مواجهات عنيفة اندلعت بين أطراف تابعة للميليشيات وسط المدينة مصادر محلية أكدت مقتل القيادية الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والمعين من قبل الميليشيات وكيلا للمحافظة باشتباكات اندلعت بالقرب من إدارة الأمن القديمة بشارع تعص نعم ووفق المصادر فقد اندلعت الاشتباكات عقب هجوم لمسلحي وكيل المحافظة على إدارة الأمن القديمة ما دفع عناصر القسم المسنودين بمسلحين من بيت السقاف وبيت بابكر أوضحت المصادر أن المجامعة المسلحة كانت بقيادة رشيد السقاف وأبو بكر شاكر من جهة ومجامعة كان يقودها وكيل المحافظة وعناصر تابعة لقوات الأمن المركزي وذلك على خلفية اقدام القيادية الحوثي أبو بكر شاكر على اختطاف القيادية الحوثي جبريل محمد سفيان الجمعة الماضية من منتزه جبل ربي بطريقة مهينة أمام المواطنين قالت مصادر محلية في العاصمة صانعاء إن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران قامت باعتقال عدد من قياداتها الأمنية وذلك بعد مدهمات لمنازلهم واقتيادهم إلى أماكن منشهولة أضافت أن الاعتقالات طالت قيادات من الصف الثاني للميليشيا على خلفية رفضهم أوامر برفض الجبهات وترك أعمالهم المكتبية نعم تأتي حملة المدهمات والاعتقالات منذ تعيين الميليشيا عبدالكريم الحوثي عم زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي في منصب وزير الداخلية في حكومة الإنقلاب غير المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا هذا واعتقلت ميليشيا الحوثيين قيادات بنكية في صنعاء في حملة مداهمات واعتقالات بذريعة تعاملهم مع البنك المركزي اليمني في عدن وذلك من أجل فتح اعتمادات لسيراد مواد غذائية أساسية للمواطنين الاعتقالات نفذها ما يسمى بجهاز الأمن القومي التابع للحوثيين وشملت عددا من قيادات البنوك العاملة في صنعاء بحجة أن بنوكهم قدمت طلبات فتح اعتمادات لسيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وكانت الميليشيا داهمت يوم أمس عددا من محلات الصرافة في مدينة دمار وعتدت بالضرب المبرح على ملاكها بأعقاب البنادق واقتادتهم إلى جهات مجهولة وذكرت مصادر محلية في دمار أن الميليشيا قامت بنهب أموال طائلة من محلات الصرافة في المدينة بالقوة الغاشمة في تطور آخر خرج أنصار المجلس الانتقالي في مدينة عاطق بتظاهرة حاشدة في المدينة بعد أيام من الاقتتال بين النخبة وبين القوات الحكومية في مركز المحافظة التظاهرة حملت لافتات مؤيدة للنخبة وتدعمها بسيطرة على كل مدريات المحافظة كما اتهمت تظاهر قوات اللواء 21 برأس الفتنة وحذرت من اشتعال الفتنة مجددا ولم يسجل أي اعتراض أو اعتداء على التظاهرة من قبل قوات الشرطة رغم دعوات اللجنة الأمنية بالمحافظة إلى التهديئة في هذا الوقت ونددت اللجنة الأمنية بإنشاء معسكرات مسلحة لميليشيا قرب أنابيب وشركات النفط وليس بعيدا عن التوتر في مدينة عطق أوقفت الشركات النفطية ذخ النفط إلى ميناء النشيمة بعد تعرض الأنبوب لتفجير في الكيلو 108 وبحسب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية الحكومية فإن قوات النخبة منعت فريقا هندسيا من الشركة لإصلاح هذا الأنبوب أما في محافظة السقطرة فقد تظاهر العشرات في منطقة قلنسية اليوم تنديدا بسهداف موكب محافظ المحافظة رمزي محروس ووزير ثروة السماكية فهد كفاين والذي جرى قبل أيام على يد مجامعة مناهضة للشرعية في المنطقة المتظاهرون رددوا الشعارات المؤيدة للشرعية والرئيس هادي وضد المساس بالسيادة الوطنية ناثلان رياضيا حيث يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضر موت تدريباته استعدادا للدور تنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية على أمل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة حيث يلعب النادي في مجموعة حضر موت التي تضم إلى جواره أندية التضامن وسلام الغرفة والجزع والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي بعد دعوة الاتحاد اليمني لكرة القدم لإقامة الدوري التنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية بدأ نادي شعب حضر موت إعداد الفريق للمشاركة في البطولة النوارس يريدون الظهور في الدور التنشيطي كما كانوا في السابق في دور الدرجة الأولى بين الأندية المتقدمة ومنحت إدارة النادي الكابتن أنور عاشور الثقة الكاملة لقيادة الفريق على أمل تحقيق نتائج إيجابية في الدور التنشيطي المقبل بدوره يواصل المدرب الوطني أنور عاشور تدريباته المكثفة لللاعبين للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل انطلاق البطولة بدأ التمارين في نادي شعب حضر موت في الثامن من إبريل تجمع أغلب اللاعبين نادي الشعب ونجومه من ثم ارتأى النادي أن تعزيز الفريق عدة اللاعبين من الأندية المجاورة وتعزيز خصوص صفوق في الفريق باللاعبين مثل محمد صالح حداد وأحمد سعيد بحاجب نادي يرموك وبعض اللاعبين سيضيفون إضافة إلى الحارس محمد أمان إن شاء الله في القريب ينضمون إلى الفريق الأول لكرة قدام ويلعب شعب حضر موت في الدور التنشيطي بالمجموعة التي تضم إلى جواره أن يتضام حضر موت وسلام الغرفة ونادي الجزع من محافظة المهراء ويتأهل من هذه المجموعة إلى الدور الثاني نادي واحد حيث من المقرر أن تستضيف منافسات هذا الدور محافظة حضر موت الاستعداد هذه إن شاء الله ستكون بدأت وتستمر إلى حين موعد الدوري أولا الدوري التنشيطي لأندية الجمهورية المزمع قامته في شهر يوليو سبعة وإن شاء الله يكون عودة للحياة الرياضية وعودة الروح والنشاط إلى ملاعب الجمهورية بعد انقطاع طويل داما منذ يمكن عام 2014 التوقف النشاط وأصبحت الأندية في ركود وفي سوبات وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم قد وزع أندية الدرجتين الأولى والثانية على ثمان مجموعات منها مجموعتين في عدن وتضم عشرة أندية ومجموعتين في صنعاوة فيها ثمانية أندية ومجموعة في تعز وأخرى في الحديدة بمشاركة أربعة أندية في كل مجموعة فيما تلعب أندية محافظة إب الثلاثة في مجموعة واحدة كما أقرر اتحاد كرة القدم من طلاق منافسات دوري تنجيطي مطلع يوليو وتستمر منافسات الدوري على مدى ثلاثة الأشهر المقبلة نايت اخبار التاسعة تابعتوا فيها التحالف يقول أن الهجوم الحوثي على مطار أبهى تم بصاروخ كروز مصنع في إيران ويلوح بانهيار اتفاقي استوكهور قتله جرح حوثيون بغارات جوية في حيفان وشريجة بتعز وسلطاته تعلن استمرار العمليات العسكرية كما تابعتم أيضا اشتباكات دامية بين أجنحة البليشة في إب ومقتل أحد وكلاء المحافظة نشكلكم مرطبة المتابعة دمتم ودم الوطن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة